محام الدر حميد طبعا هو ده اخر lesson في unit 1 وعلى فكرة و بالتالي الفيديو ده مدته هتبقى صغيرة شوية ماشي يعني ايه The Rate الرات هي ريشيو عادية جدا the rate is a ratio between two quantities هي ريشيو ما بين two quantities or two amounts having different units of measurements يعني اليونت ما بينهم هتبقى different طبعاً ده غير الراتيو الراتيو can it's a way to compare between two amounts or two quantities of the same type and the same unit إنما هنا different units هنا في different units فبالتالي ده حاجة مختلفة واسمها هذا الرات most of the time the second term هيبقى بيتكلم عن الزمن يعني وقت بتعرف تعمل حاجات قد إيه في وقت قد إيه بتعرف تجري كام كيلومتر في الساعة بتعرف تكتب كام كلمة على الكيبورد في المنت بتعرف تذاكر كام لسن في يعني الساعة بتعرف كام لسن في ديئة عشان ترى حاجة صعبة شوية هو ده فكرة الرات بشكل كبير طيب تعالا بعد ما قلنا الديفينيشن نحل اسئلة على طول عشان نفعل أوكي بص كده على الكوستشن كوستشن number one هنا بيقول لي طبعا هو السورس برضو المعاصر the rate is المفروض أكتب the rate is a ratio between two countries عايز بسرعة الديفينيشن اكتب هنا الديفينيشن في قوستشن one ويبقى خلص طيب قوستشن two بص بكده a family spends 480 pounds in six days في عائلة معينة تصرف 480 pounds في six days the rate of what this family spends per day per day per يعني in each and in each day يعني في كل يوم واحد الفاميلي بتصرف كام تقوم حضرتك عامل 480 ال first quantity دايما divide by second quantity 480 divided 6 طبعا 48 divided 6 واحدة equals 8 and put down the zero تطلع 80 pounds per day العائلة اللي بتصرف 480 pounds in six days بتصرف في اليوم الواحد 80 pounds 80 LE per day مش هكتب الناس بتقول لي مش هعمل slash واكتب day مش هعمل كده مستر اللي هي الحركة بتاعتنا يعني اللي هي كتب 80 LE per day هو أورادي كتبها لك LE per day لا يسلاش علامة كلمة per day عرف الناس slash اللي بيكتب ما اللي هو in each هو كتبها لك فأورادي you don't have to write it طب تعا نشوف question c a worker paints a wall of area 100 meters squared in eight hours then the rate of work يطرى الراجل دا معدل الشغل بتاعه بيعرف يعمل كم meters squared pair hour يعني في الساعة الوحدة تقوم انت ماسك ال 100 ابتدي بال first divide by the second ما لك ش دعوه عين كانت النمبر زي عين ما لك ش دعوه يا مستر 100 divide 8 صعبة اوكي يوزدك الكليتر انت في سنة ست وعلى فكرة حتى اللي معاك الكليتر عادي عرف حسب 100 divide 8 اهي equals خليها كلا 12.5 يبقى بيستخدم 12 او الراجل دا الريت بتاعه في الwork 12 12.5 meters squared per hour طيب يا رأي كوستشان البعض اللي بعض اللي بتعمل first divide second بتكتب first divide second بتكتب انت عايز تفع معنية irrigates go to the dictionary and search بس انا نزيحة مني نيك ما توقفش سؤال math عشان كلمة صعبة في الانجلش كمل قرية وانت هتفع machine irrigates 15 فدان in 10 hours then its rate equals كم فدان في الاور الرحلة خب لك ومساعدك هو بيبقى كتب لك الجزء دا فهو بص هوين مساعدك فيه question ستنى لما كانتش مكتوبة انت لا تكتب هتقوم عامل 15 divide by 10 اللي هي simple على فكرة هنا we don't have to use the calculator 15 divide 10 على فكرة الدسمال point المفروض انها موجودة هنا invisible فهتعمل one jump to the left as we started in primary 5 ما هنستخدم بالحاجة بتاعتنا يبقى equals 1.5 يبقى الرate هنا 1.5 فدان per hour في الساعة الوحدة الماشين دي بتعمل irrigation 1.5 فدان ايه بقى الرجيشن نفسه دا يا سيدي مش عايزك تفكر كتير في الكلام اي حاجة انت كده اسمك حلية السؤال وخدت الدرجة خلاص طايل لو انت حابب وعندك ملكة او انك تعمل searches وتفهم خش على الدكشناري انا بنصحك انك تعمل search اوكي 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 من تليحة 40 divide 8 لوحدة equals 5 with two zeros دول put them يبقى 500 تسابها كده وتقول انا خلصت no 500 تاخد الكلام بقى cans of juice احي 500 cans دا الاختصار بقى pair hour يا مستر جب them in the hour احي جب them in the cans احي لازم تكتب كده في الاخر لازم لو نسيتها تنص طايل نفس اللعبة انا في اسئلة مش عايز احلاها بقى خلاص machine produces 81 meters of cloth then the rate حاول تحلها انا في كام سؤال كده هاسبهم اااااااااااا يعني هحلهم دلوقتي كل اللي تحت ده اه يعني كلهم شوعة بعض انا هقراهم وبعد كده هحلهم هتليهم محلولين يعني question اقول لقلاتي F G H دول هحلهم دلوقتي هتليهم اتحلوا انا عاوزك تبع مسك وراء واقلم تحلهم لوحدك وتشوف إجابتهم هتبع ماتشنج معي ولا اوكي ده كده الانسر فعلت question F and question H تبقى Mr. Fingy حاضر وانا عمله أورا G بصيت لقيت حاجة معنا عايز أتكلم في عينا لأن ده comment أنا شوفته فعلا عندي ناس كتير ومستيك بتحصل عندي طالب ستة بطلع A machine produces 600 meters of clothes regularly in one hour and half بص بقى كده أغلب الستودنس ما بيكملوش قلات السؤال فيقول لك in one hour ويحاول يحاول 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 600 divide one ويلاقي الإجابة تفضل 600 يحاول يقول إيه دا هيا هي هتفضل نفسها اللي فأنا بقول لك in one hour and half one hour and half اللي هي one point five نقول الhalf خلاص بقى عذا تفهم الhalf هو point five خلاص يبقى then the production rate of this machine is تقوم عامل 600 the first quantity divide by the second quantity تقوم عامل 600 نستقبال كده بأيزن كالخيطر no problem ونعمل نعمل ايه نجيب 600 by by 1.5 equals 400 يبقى هو دا the rate of the production of the machine of the machine يبقى 400 400 is 400 then the rate of the production of the machine is 400 meters per hour لازم اليونتز تبقى شون لازم اليونتز we should show them per minute وهو كان المعلومة الي جايبها لك 360 liters of water in one hour فتقوم انت عامل ايه علشان تحلس والده first of all the one hour اللي هو 60 minutes خلاص دي معلومة قديمة جدا تقوم بأشغال على 60 minutes دي لانه كان عايزها بال minutes في الاخر liters per minute هو عامل 360 divide by 60 it's very simple وانا عامل ها mentally 36 الاولى divide 6 equals 6 طب zrsd will be cancelled with each other cross them out 36 divide 6 equals 6 بس معايا هنا كده بقى انا حاول اشوف questions فيها افكار مختلفة يعني كل اللي انا حاول تقرأ لجت كل the same thing first quantity divide second quantity وتكتب الله rate في الاخر you have to show the units ولو هو كتب ها لك already خلاص اكتب النمر لكن تركز لو هو مش كتب ها you have to show the units عشان هتنقص لو ما كتبتهاش طيب تعال كده let's read this question ده من choose يعني لقيته في choose حسيت انه مختلف شوية فالقرار تحي اميرا 14 glasses of milk weekly اسبوعيا then the rate of what she drinks daily daily لهوا in each day يوميا يعني بتشرب كان بقى glass of milk يوميا طيب يبقى الweekly دي معناها seven days مش انت عايزها daily يبقى الweekly هنحولها لseven days seven days ونعمل نفس ال procedures the first quantity divided by the second quantity هتبقى two 14 divided seven equals two وهو ده right choice او او question 7 يعني دي شوية essay questions بيقولك هنا a computer colored printer طبعا دم من المنستري بوك و at the same time give him تحان فهول تنهل يعني ولو انهو بردو a computer colored printer prints 12 papers every four minutes في printer بيتبع 12 papers كل four minutes find the rate of printing of this printer here اعمل first quantity divide by divide by the second quantity 12 divide four equals three تسيب الإجابة كده لا تكتب three papers per minute in one minute three papers papers per minute في نحن تكتب per minutes لا per in each يعني في كل minute واحدة هنا بتبقى singular حاجة مفردة في الحقيقة lesson بتاعنا هو خلص ما فيش questions في يعني هو لا خلص خلاص it's very simple دور دورت على كل questions لازلتم كلهم the same idea هو ده أهم حاجة في lesson بتاع rate زي ما انت شايفين الفيديو مدته صغيرة لان lesson very simple اتضربوا دايما على الأسئلة الشباب كده لان ها دي أسئلة الامتحانات الأسئلة اللي احنا حلم ها هدي عن rate في أسئلة تانية ممكن تبقى شوية دخلة حول عشان نعمل والكلام ده هنقابل الكلام ده استعدوا ان شاء الله للفيديو اللي جاي هيبقى مراجعة عن كلها وهتبقى مراجعة اللي الموجودة في التام المعاصر هنحلها ان شاء الله هنا سواء اونلاين واي حاجة عايزينها يا rate تعرفوني ده في كان معاكم مستر محمد عجباكم واتمنى انتو تدفعلوا مع الفيديوز علشان اقدر اكامل معكم شكرا لكم